هم الأمور تعبانة كلهم بيح تشولي ديقلوا الوضع تعبان كليش تعبان لازم وعيش حريق لنس وراتب ما عندي وياهاي راتب رعاية ما عندك؟ ما عندي ولا تقاعد؟ لا تقاعد شم من أفرب رقبتك؟ أنا ستة مين أجيبين هم أنا جهاري؟ يا شتاء ويا قاتلني البرد والحر ليش البرد؟ وين قاعد ليش؟ أنا أجار بحي المعلمين أم أجار؟ أجار بحي المعلمين مية أو خمسين مين أجيبي آن الجهالي؟ أو حجدي؟ ماي الله مايقبل وياي؟ عفو الله صاحب أنا مو ثوب يثوب غيري إجاب الرجاري اللي يجبوثا مين آن نجيب؟ قاعدني القهر وطهم مين آن نجيب؟ لا تبش يا أمي لا تبش لا تبش صعبة من يمتش الرجل من بيحفظك صحة وعافية أهم شي ما بديت لا 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 يعني أهم شي ما بديت يدك لحي لا 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 تبشي راح ناخد تليفونك وقناة دجلة راح تاخذ من عندك كل الكلينكس هاكم شباب هاك أحمد سنان طولي حساب مال ما ردك نبشي وهي دموعك غالي علينا أس رد ناخد تليفونك واردك ترح للبيت وتشتغل بعد نباع الكلينكس مو؟ أنت متقدر تتخلص الكلينكس وتتوكل على الله مولاني غلطان لا حشان مولاني تتطلع باليوم انت ولا ستة ألاف ها شون تكدك ستة ألاف والله فمتعد هذا الله ما أحب الله ودعد هروذا مين أن أجيبهم على الحاجات دي وأنت هسا قاد أقول لك على الحاجات دي لا إن شاء الله مدد إن شاء الله هاي الشيبة الشيبة البيضة إلها كرامتها وإلها تقديرها وإلها عزوتها انت عراقي انت عراقي وبهذا العمر وبهذا السل انت أنا مدافتهم اليوم يعني أكل بعض أدهم رواتب رعاية اجتماعية عاطلين على العمل مثل هاي الشيبة اللي ساكنة بهذه المحافظة العراقية بمحض الصجفة إحنا لقيناها وهذا رح أخليها للرأيق العام أخليها إلى رئيس الوزراء إنه هذا الرجل اللي برقوبته ستة وقاعد بالإيجار ومن سكلة محافظة بابل يبيع كلينيكس الصراطب قبل 200 ألف ومئة وخمسين ممكن يخفف عليك أهله أتمنى الرسالة وصلت عموك لا تكون خاطرك إلا طيب الحمد صوتك وصوتك وصلت وبالتالي سنأخذ تليفونك واللي عنده غيره ينظر لحالك وأهل الخير والطيبين من عراق مال حبيبك كثر نحن مردك تتعب وبدأ أعرف بالقوة هذا الجر النفس نتمنى لك الصحة والعافية أحمد وخاطرك لا طيب لا تأكلهم لا تأكلهم نحن ولدك كنا كنا ولدك والله كنا ولدك لا تأكلهم أحمد أخذ لرقم تليفونك ويا أحمد أردك عم ويا أحمد طيب تليفونك ما أعرف ما أعرف مش ترد نحكي